في سباق الدراجة النارية العالمي حزى الإسباني مارك ماركيز على جائزة الأفضل أما في وادي سوفة فاستحق عم عز الدين لقب الأجدار في الاستعراضات الخطيرة أن تقود دراجة نارية بهذه الطريقة فأنت يلزمك الكثير من البراعة والمرونة فهنا بولاية الوادي وبحركة رياضية على دراجته النارية يقوم عم عز الدين أستاذ الرياضة المتقاعد بإضفاء جو يمزج بين المغامرة والمتعة لكن يستوجب تواخي الحيط والحذرة كنت ندير فيها في الدراجة العادية وبعضها في الكبروت بديت رجعت للموت بديت بشوية بشوية مع الهواية هنا لسيها الرياضات هنا مهارة استعراضية أخرى في القفز يقوم بها عم عز الدين الرياضي كما يرقبه أبناء حيه هذا الشيخ الذي قرب من العمر السبعين عاما يعجز حتى شباب في تقليده ما أكسبه شهرة واسعة بين سكان قريته وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي هنا يدير في الجنباز من صغري كنت معروف بالجنباز وكنت بكري مكان مكان شكاين للجنباز وكل وعندي صور عندي صور لذلك عندي أراه في الفيسبوك نقف على إيدي فوق إدواء ننصح الشباب ماذا بيه مارس الرياضة وماذا بيه يخطوه يخطو المخضرات ومشاكل أخرى ماذا بيه لو ما نتمنى هم لعدوا كيفي ولا أكثر مني وكنت في الجالي وكنت معروف ورب أجيال طبعا من ظنهم من يتخرجوا من ظنهم أبطال وطنيين بيش نعطي فرصة للشباب بيش يعرفوا بيه هناك شيوخ يمارسون هواية الشباب مهارات وحركات استعراضية سالي ستعلمها عم عز الدين لوحده وتفنن في عرضها عبر شوارع وطرقات واتسوف كرسالة منهما فدها أن السن لن يكون عائقا مام الإبداع وتجوز المستحيل العقل السليم في الجسم السليم